السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم عزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج صالون الصحة والجمال بداية عزائي المشاهدين بنبارك لنادي الزمالك ومجلس ادارة نادي الزمالك وجماهير النادي الزمالك بفوزه ببطولة كاس السوبر مع تمنياتنا لنادي الزمالك بكل التوفيق وكل البطولات ان شاء الله وهارض لك لنادي الاهلي والكرة في مصر ما بين الاهل والزمالك ان شاء الله حيبقى فيه منتخب قوي جدا تاني بنقول لنادي الزمالك الف مبروك لنادي الزمالك واللعبي والجماهير نادي الزمالك عزائي المشاهدين في برنامجنا صالون الصحة والجمال اتعودنا ان احنا بنناقش عضايا مهمة جدا قضية النهاردة اللي حنناقشها قضية فيها علم وفيها ايمان علم وامان حيبقى معانا في العلم الدكتور محمد حسين مصطفى استاذ امراضي النساء والتوليد والعكم والحقن المجهري أهل بيك يا دكتور اهلا بيك يا استاذ هاني واهلا بكل مشاهدين أعزائي المشاهدين نحن نتكلم عن الايمان وهيكون معانا بواديلة الشيخ خالد أحمد سعد خطيط وزارة الأوقاف أهلا بيك اهلا بيك يا استاذ هاني واهلا بساة المشاهدين وحضرتك طيب وبخير يا رب دكتور محمد حسين هبتدي بيك وحقول لك احنا دينا في بدايتنا الله سبحانه وتعالى خلق الانسان في مراحل من النطفة لعلقة لمضغة ويمكن الناس كتير جدا في النطفة والعلقة والمضغة بتفضل تتساءل فيها وقتلت بحسن ولكن الجديد اللي الناس بدأت تتكلم في تحديد نوع الجنين بيحددوا نوع الجنين اذا كان ذكر او انسى نوع الجنين عينيه ازاي ابيض اصمر كل الحاجات دي ابتدت تتداول وابتدت الناس تتكلم فيها عايزك تقولي في بدايات خلق الانسان النطفة والعلقة والمضغة بسرعة عشان نفكر الناس بيهم ونخش على نوع الجنين ازاي ابتدى العلم دلوقتي يبحث في نوع الجنين وازاي بيقوله بقى الانسى تطلع ازاي البنت والولد يطلع ازاي ياريت تفصلينينا الموضوع ده ببساطك وبعلمك اللي هو بقى يعني مش عايز اقولك يعني انا نزكيك على الله ولكن بتوصلينينا المعلومة ببساطة والناس بيسمعوها وبيشوفوها وبيقتنعوا بيها تفضل بقى ربنا يا خليك يا أستاذ هاني وطبعا خلق الانسان هي من أكبر المواجزات اللي في الحياة وفي أنفسكم أفضل تبصرون يعني فعلا ربنا لما حب يبرهن على وجوده فقال للانسان بص لنفسك الأول انت فيك قد ايه من المواجزات خلق الانسان هو الشيء الذي لن ولم ولن يحدث يقدر ان الانسان يصنع انسان تيني ما يفيش بني آدم يقدر يصنع انسان من العدم آه في دلوقتي أطفال أنابيب وفيه حقن مجهري وفيه استنساخ وفيه خلافه بخلية بشرية باستخدام خلية بشرية لكن لو من العدم مستحيل ان يبقى فيه مخلوق اسمه انسان من العدم وبتالي ده إعجاز في حد ذاته ده خلق الانسان ده شيء احنا العلم اكتشف منه حاجات بسيطة جدا وفيه خبايا مازال الكثير والكثير والكثير لا يعلمه إلا الله الانسان بيتكون وربنا بيخلقنا من حاجة بسيطة جدا من نطفة أمشاز اللي هو فيه عندنا حيوان منوي بيجي من الذكر من الراجل يلقح بوايضة من الست التقاء الحيوان المنوي اللي هو بيحمل كروموزوم بالبوايضة التي تحمل كروموزوم آخر يلتقوا مع بعض ويعملوا جنين هذا الجنين الحيوان المنوي ما ينفعش يبقى عليه إلا نوع من أنواع الكروموزوم يهي X يهي لو الكروموزوم بتاع الحيوان المنوي X فهو حيلتقي بالبوايضة اللي هي لازم تكون X ما فيش في الست Y فحيبقى XX اللي هي بنت أما لو كان الحيوان المنوي Y فحيلتقي بالبوايضة اللي هي X برضو وحيكون ساعتها X Y اللي هو الذكر يعني الست ما عندهاش أي اختيارات غير إن عندها بوايضة X والراجل عنده اختيارين يهيدي حيوان منوي مذكر لو Y يهيدي حيوان منوي مؤنت اللي هو X لو التقى حيوان منوي مذكر لو Y بتاع الراجل بالبيضة اللي هي كده كده الغرس ما لهاش حاجة غير إن هي بتنغرس بهذا الحيوان المنوي يلتقي ليبقى ولد أما إذا التقى X مع X يبقى بنت وبالتالي لو حنفترض افتراض موجود في الطب وموجود في الحياة إن التقى حيوان منوي ببوايضة وتم تكوين جنين يحتوي على كروموزوم واحد فقط لا المفروض يهي X X يبقى بنت أو X Y يبقى ولد طب لو كان X O X وما فيش جنبه حاجة وده سندروم أو متلازمة طبية معروفة اسمها ترونال سندروم موجودين بيتخلقوا بيعيشوا يعني يبقى X O دا وات فيه حاجة مشكلة فيه تشوي جيني في هذا الطفل وبيعمل حاجة اسمها متلازمة ترونر الطفل دا بيعيش وبتتكون وبتبقى أنسة بكروموزوم واحد اللي هو X أما لو حصل العكس إن خدنا Y وحطنا جنبه O X Y يعني ولد طب لو شلنا X وحطنا O يموت وما يتكونش بديقه دا يبقى جميع المخلوقات في بدايتها كانت أنسة وإذن المخلوق المسؤول عن الحياة جين الحياة هو البنت يبقى تاني بقى الجين المسؤول عن حياة هو X جين البنت البنت ال-Y يحدد يخلي البنت العضو بتاعها الأعضاء بتاعها تتحول إلى أعضاء زكادية فينتج عنها ذكر يبقى نقف عند النقطة دي XX بنت XY ولد X O بنت Y O مفيش يموت الجين جميع أنا وحضرتك وشيخ خالد وكل الرجالة في بداية تخلقهم كانت الأعضاء التناسلية بتاعتهم بنت ونتيجة وجود Y كروموزوم أو كروموزوم Y في الخلية تم تأثير هذا الكروموزوم على الأعضاء التناسلية الداخلية والخارجية وتم تحولها من بنت إلى زكر وفي حالة عدم وجود الكروموزوم Y هتمشي بالخلقة بتاعت ربنا بدون تأثيرات خارجية هيمشي X في اتجاهه إنه هو بنت وبالتالي جميع المخلوقات كانت بنت كلنا كنا العضاء التناسلية بنات ده كلام قوي جدا ما هو ليه بقى عشان إحنا لما نيجي نقول إن فيه زي محراج بتقول كده زمان وقد للبنات في الجاهلية تحول حديثا لتحديد نوع الجنين عن طريق الطب اللهم إلا لو فيه داعي طب يعني فهو وقد البنات زمان هو موديفكيشن ليه تغيير لشكله فقط بالوقت اللي هو تحديد نوع الجنين بدون داعي طبي شبهوا بس نفس التفكير هو زمان لما كانوا ما يقدروش يعرفوا ولد ولا بنت إلا لما الستة تولد والالستة لما تولد لما لقوها بنت إذا بشر أحدهم بالأنثة ظل وجوهه مسودا وهو كظيم يا طوارى من القومي من سوء ما بشر به فكانوا ياخدوا البنت يدفنوها إحنا دلوقتي في المعمل بنعرف ده بنت ولا ولد قبل ما يتزرع وبالتالي بنفضل وننقل الزكور لو بدون سبب طبي نوع من أنواع الوقت الخفي للبنات هو نفط التفكير الجاهل اللي إحنا كنا بنتعامل به زمان اللي هو القرآن حذر منه طيب أنت دلوقتي وضحتين أنا حاخد تحديد نوع الجنين برضو حفضان معك والسؤال التاني حيبقى تحديد نوع الجنين وحنتكلم فيه حاخد الشيخ خالد وارجعلك فضل نكون حددنا نوع الجنين فضل شيخ خالد منورني منورك أساس سمانا الدكتور قال إيه في المراحل الخلق من الناحية الطبية مراحل الخلق من الناحية الدينية شايف الإنسان لما بيكون جنين وبعد كده بيبقى نطفة وعلاقة ومضغة ويصبح جنين ويصبح طفل يسه نازل وبعد كده بيصبح شب وبيصبح رجل وبعدين يرجع تاني يكبر إلى أن ينتهي به الأجر خلال المرحلة العمرية ديت نعم ربنا علينا كتير جدا ولكن الإنسان مننا بعد كل هذه النعم بنلاقيه أنه هو بيجحد هذه النعم وبدل ما يشكر الله سبحانه وتعالى بيكون هو أول من يبارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصر تديني تفسير لذي أنا قلته ده وتقولي مراحل خلق الإنسان للمحادي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوص رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل صلاة وأتم التسليم ثم أما بعد الله عز وجل خلق الإنسان وخلق الله عز وجل فيه الضعف فكل بني آدم خطاء مؤمنهم وصالحهم وفاجرهم كتب الله عز وجل على ابن آدم حظه من الزنوب والمعاصر لذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم إنكم تخطؤون بالليل وبالنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم النبي صلى الله عليه وسلم عالم في بني آدم الضعف وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يحص صحابته الكرام على القوة وعلى الوقوف أمام الشهوات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل مرصد صحابيه من صحابة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكان مرصد دائما وأبدا ما كان بيقدم لأهل مكة إنه هو كان بيهرب أسر المسلمين للمدينة الأسر المستضعفين اللي هم مش عارفين يمشوا من مكة كان بيروح يهرب ففي يوم من الأيام وهو في الأسر بيهرب أسير مرصد بيقوله كان معايا أسير ولكن في اليوم ده كان أسير ولكنه تقيل شوية فنادت عليه واحدة ست فقال الصوت ده مش غريب علي الصوت صوت عناق قالت له كأنك مرصد انت شكلك شكل مرصد قال أيوه أنا مرصد قالت له أنا أنا عناق فكان في بينهم وبين بعض علاقة ولكن كانت قبل الإسلام فمرصد جاء ليهرب الأسر وعناق فبتقوله هل لك في فراش وطي تعال بيت عندنا النهاردة قضي يوم استريح بيقول كان معايا أسير ولكنه تقيل فقال لها يا عناق إن الله قد حرم علينا الزن ربنا حرم علينا الحاجات دي خلاص فقالت له يا مرصد انت لو ما جدش معايا أنا هنبلغ أهل مكة عليك فبتهدده فقال لا افعل اللي انت عايزها اعمل اللي انت عايزها يا عناق فقالت يا أهل مكة يا أهل مكة إن مرصد قد جاء ليهرب أسراكم فكل واحد استلى سيفه يقول استلى رمحه وطلع ويجره رحين ورا مين ورا مرصد يقول والله الأسير كانت يقول ربنا نجاني لو لا أعماهم الله عز وجل عني ربنا نجاه فرح رحل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله أن يحل لي أن أتزوج عنك هنا ينفع نتجوز عنك يا رسول الله فالنبي ما ردش عليه فنزل الوحي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مرصد والقرآن بيقول له الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحري ما ذلك على المؤمنين مرصد بيقول بعد سمع هذه الآية والله عندما نزلت هذه الآية فقد كففت عن التبكير به فده أمر نبوي أمر القرآن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول له كن فيكون سمعنا وأطعنا فالقرآن والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيرشدنا أننا الصبر على المعاصي الصبر على الدنيا الله عز وجل يعلم فينا الضعف ولكن الله عز وجل أمرنا أن نستبر ونحتسب وأن نستغفر ونتوب كل ما يجي لك زنب ترجع والتوب إلى الله عز وجل لذلك سيدنا أبو زر الغفارية رضي الله عنها بيحكي بيقول دخل على يوم من الأيام لأسدنا النبي نايمه لابس حاجة بيضة فدخل بيقول له النبي بيفصر له بيقول له من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من قال لا إله إلا الله دخل ولا الجنة قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق رغم أنفأ بي ذل فشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يغفر الزنوب كلها غصبا عن عن أي حد لذلك فيه دعاوة النهاردة على الفيسبوك اللي فنانة من الفنانات أخطأت باب التوبة مفتوح مين اللي يقدر يقف ويقول له أنت ملكيش توبة كل أبواب التوبة مفتوحة حتى اللي قتل تسعة وتسعين نفس ربنا فتح له باب التوبة فما ينفعش نقف في الباب بالتوبة أمام حد الله يفتح عليك حرج عليك يا دكتور إحنا سمعنا خدنا بقى من الشيخ خالد الجرعة اللي إحنا نتخلينا اللي إحنا نقول برضو إن ربنا سبحانه وتعالى كريم جدا والله لطيف بعبادي الله سبحانه وتعالى يعني مهما كنا إحنا بنغلط ومهما كنا مزنبين ولكن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده أمن يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف السوق الله سبحانه وتعالى كريم بنا ورحيم بنا رحيم بالطفل وهو في بطن أمه الجنين إلى أن يقبر إلى أن يصبح شاب ويصبح رجل ويبقى مسؤول عن حياة وفي ذل ده برضو إحنا وما قدر الله حق قدري مش قادرين برضو اللي إحنا نعرف قيمة اللي ربنا الدهنة النعم للدهنة ربنا ولكن الله سبحانه وتعالى بيمنى على بعض العباده بالعلم هناخد بقى الحتة التانية ونروح للعلم بقى ودي نعمة من عند ربنا لهو بيمنى على بعض العباد بالعلم عشان يفسر لنا بعض الآيات اللي إحنا وقفين قدامها عجزين عن طريق العلم سأريكم آياتي فلا تستعجلون الله سبحانه وتعالى هو اللي بيقول الآيات اللي إحنا بنشوفها دلوقتي كنا زمان نسمع نقول مش عارفين اللي جوه بطن الأم ده ولد ولا بنت أصبح الآن العلم يعلم ما في داخل الأنسة رحمها إذا كانت أنسة ولا بنت عن طريق الصنار الدكتور بيعرف لكن تحديد نوع الجنين بقى اللي أنا جتلك فيها تاني عايزين نعرفه دلوقتي شائع دلوقتي تحديد نوع الجنين بيحدده إزاي والجنين ده عايزينه نوع Channel يعني خضراء يعني زرقاء ده بيييجي إزاي والطريقة دي إزاي تقول هللي بقى من ناحية العلمية بفضل للدكتور تمام هو إحنا معرفة نوع الجنين حاجة وتحديد نوع الجنين حاجة تمام معرفة نوع الجنين نحن نعرف الجنين اللي موجود اللي هي حامل فيه ذكر ولا أونس حضارك قلت طبعا هو زمان كانت الناس نعرف بعد الولادة اللي هو أول ما لوحدة تولده يشوفه ده ولد ولا بنت فايعرفوه ثم ربنا أنا عملا للناس بالعلم زي ما حضارك قلت فاختارها والموجود الصوتية والموجود الصوتية بدأت تبين نوع الجنين داخل الرحم ونوع الجنين بيبين وبيبقى شكله بوضوح إلى حد المات من أواخر الشهر التالت إلى أوائل الشهر الرابع بيبتدي يبين نوع الجنين بطريقة واضحة وبنسبة نجاح دقيقة جدا ثم العلم اخترع طب قبل ما يبقى فيه جنين وأعضاء تناسولية ذكر أو أنسة زي ما أنا قلت لحضارتك العضاء التناسولية في الأول كلها بتكون فنات ثم تتحول إلى ذكر في مرحلة ديت اللي هو الطفل بيبقى زي الاتنين يعني آه بيبقى فيه بيبي في الصنار ونبضه ودقة قلبه وطفل ولكن هو لسه العضاء التناسولية ما تكونتش سواء ألبة لزكر أو أنسة هل ممكن في المرحلة دي معرفة نوع الجنين؟ الطب اخترع حاجات جديدة اسمها Cell Free DNA نحن ناخد عينة من دم الأم الحامل أول ما الاختبار الدم بتاعها هيطلع موجب يعني أول ما تتعرف أنها حامل يعني أول ما تدورها ضغيب عليها اللي هو لسه في الأول خالص لو خدنا عينة دم من الأم وقدناها المعمل ودورنا على الخلايا الجنينية في دمها الدين ايه في دمها هندور في دمها هنلاقي في دين ايه بتاع الطفل اللي جواها ماشي في دمها هناخده نحلله هيطلع ولد ولا بنت فإذا في الطب الحديث دلوقتي موجود تحليل اسمه Cell Free DNA ده بيتاخد عينة دم من دم الأم الحامل في بداية الحمل أول ما تعرف أنها حامل لا لسه في أول الحمل في أول حمل ولسه البيبي في الصنار ما بنش فيه أي حاجة ولد ولا بنت زي ما أقوله حضرتك هو الصنار عشان يبين يا أواخر الشهر الثالث يا بدايات الشهر الرابع اللي هو مرحلة متأخرة لا إحنا ممكن من الشهر التاني في الحمل أو الشهر أواخر الشهر الأول في الحمل لو تسحبت عينة دم هنلاقي DNA بتاع الطفل موجود في دمها هنوديه المعمل المعمل هيقول لي ده تحليله هي حامل في ولد ولا بنت من أول أيام الحمل دي اسمها معارفة نوع الجنين فمعارفة نوع الجنين تطورت من بعد الولادة لأثناء الحمل عن طريق الموجات الصوتية لأثناء بداية الحمل عن طريق هذا التحليل اللي هو تحليل الجينات اللي بيتاني أما تحديد نوع الجنين إن أنا كدكتور أو كهيئة طبية أحدد هي تحمل في ولد ولا بنت ده بيتم فقط في الحياة عن طريق حاجة واحدة بس غير موجود غيرها وهو الحقن المجهد يعني الجدول الصين النظام الغذائي موعيد العلاقة الزوجية والتغذية وكل الحاجات المنتشرها على الإنترنت ومننتشر على الفيسبوك والمنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كلها زائفة كلها مزيفة كلها ليس له علاقة بالواقع اما لتقول لك انا مشيت بالجدول الصيني وفعلا حملت في ولد او انا مشيت بالنظام الغذائي وفعلا حملت في ولد او استخدمت التشطيف الفلاني فغير حنضية المابل ففعلا حملت صدفة لو انا جبت لحضرتك حاجة وصله هو حاجة من اثنين يا ولد يا بنت فانا لو قلت لحضرتك انا لو بصيت لواحدة حمل كده قلت لانت في بطنك ولد من بعيد كده نسبة ان انا كلامي صح قد ايه 50 في الماء يبقى هزا حيحصل في بعض الناس لو انا قلت الواحدة انت في بطنك ولد من غير ما عمل لها اي حاجة كده وطلع ولد حتقول لك ده ايه ده ده ساحل ده بيعرف نوع الجنين من غير اي حاجة ده اول ما تقعد قدامه كده بيعرف وحتنتشر المعلومة زي النار في الهاشين والراجل ده حيبقى اغنى واحد في العالم في حين ان الموضوع كله جاه عن طريق الصدفة وبالتالي اي حاجة غير الحقن المجهري مزيفة وليس لها اي نتائج خالص وكلها بتيجى عن طريق الصدفة اول حص اما تحديد النوع في الطب يتم فقط عن طريق الحقن المجهري ازاي ان احنا بناخد البوايضة احنا اتفقنا ان البوايضة كلها اكس مفيش بوايضات غير الاكس وبناخد حيوان منوي من الراجل وقلنا الحيوان من الراجل ممكن يطلع اكس او واي واحنا ما نعرفش نوعه نقطة دي مهمة جدا احنا ما نعرفش نوع الحيوان المنوي اللي احنا واخدينه احنا بنشوف حيوان منوي بيجري قدامنا كده تحت الميكروسكوب بنروح واخدينه الله اعلم دي اكس والاواي بناخده نحقنه جوه البوايضة تاني يوم البوايضة دي بتبتدي تنقسم تباسما بوايضة مخصبة بعد تلت ايام هذه البوايضة بتكون عبارة عن مجموعة من الخلايا حوالي تمن خلايا في معظم الاحيان في اليوم التالت بنروح واخدين خلية من التمن خلايا دول نوديها المعمل يفحصها جينيا يقولك ده ولد ولا بنت فلو حللنا مثلا لعشر اجنة هيقولك الجنين رقم واحد وثلاثة وثمانية ولاد والباقي بنات وبالتالي حعرف ساعتها ان الجنين ده ولد حاخده انقله داخل الرحم لو حملت لو حملت يبقى ده اكيد ولد لو حملت يبقى اكيد ولد المشكلة فين في تحديد نوع الجنين ده انا قلتلك رقم جنين رقم واحد وثلاثة وثمانية ولاد ورقم اثنين وثلاثة واربعة بنات هيروحوا فين وقت البنات على الطريقة الحديثة سيتم تجميد هذه الاجنة الى مدى الحياة وبالتالي انا كطبيب بقى مارس لحقنا المجال بقول ان تحديد نوع الجنين على الرغم طبعا من ان مشيق الأظهر والأظهر الشريف وحلوه الا ان انا شايف كطبيب ان في جزء من الاجزاء عدم الارتياح في التعامل نتيجة ان الاجنة البنات دول بتفضل محفوظة ومجمدة مدى الحياة ودي لو فكناها هتجبر هتبقى جنين ولو زرعناها جوالرحم هتبقى اطفال فهي عشان كده النقطة دي هي نقطة خلافية هتلاقي حضرتك في دول زي الاردن ناس تقولك حرام ومطلعين قالك حرام إلا لو في علاج لمرض جيني ينتقل للأجنة مثلا البنات بس فساعتها اه ننقي عشان ما تنتقلش المرض الجيني اما عشان نحدد النوع ونعرف نوعه ايه قالك لأ يعني في دول قلت لأ حرام وفي دول زي مصر قلت لأ عشان رفع المعاناة عن الست انها ما تفضلش تحمل وتولد وتحمل وتولد وكلهم مثلا بنات او كلهم ولاد وهي عايزة تقلل هذا الضغط عليها والمشاكل الاجتماعية التي قد تنتج عن هذا الحمل فعشان كده اوجدوا ليهم راحة احمد مش عارف اقول لك انا بقى قاعد معاك مش عارف يعني اه مش حكلم المهم ان انا فهمت الدنيا ماشي ازاي تحديد النوع الجيني ده قصة كبيرة جدا ويعني العلم بحر واسع زي ما بنقول وربنا صحوه وتعالى لما بيفيد علينا بعلم يعني بيدينا حاجة بنقعد نبحث فيها ممكن توصل سنين سنين عشان توصل لمعلومة او لبحث ممكن توعد فيه سنين والله سبحانه وتعالى في لمح البصر بيمن على انسان بحاجة بسيطة جدا توصله للحاجة كبيرة جدا ممكن نكون نعمة كبيرة جدا يستفيد بها العالم كله هروح للشيخ خالد واجد لك تاني دي قبل الشيخ خالد احنا اتكلمنا عن في خلق الانسان وزي الانسان ممكن يتوب الى الله سبحانه وتعالى وان باب التوبة مفتوح ولكن في واقعنا بنلاقي ان الانسان عموما في الوقت الحالي بيتعلق ولكن تعلقه بغير الله ممكن يكون بيتعلق بحاجة بيحبها متعلق بالمخبرات متعلق بزنب معين بيتعلق بانسانة هو شايف ان دي مش شايف في الكون غيرها التعلق بالله والتعلق بغير الله مشكلة وقافة بنشوفها دلوقتي ممكن يكون انسان بيصلي ولكن قلبه متعلق بغير الله امتى نوصل لمرحلة ان احنا ما يبقاش في قلوبنا الا الله سبحانه وتعالى هل دي صعبة ولا سهلة ولا احنا الشيطان مستحوز علينا ومخلينا مش عارفين نوصل دي ازاي اكون بصلي وازاي ان انا ممكن اكون بصلي وبفكر في حاجات تانية خالص يعني ان الله اكبر يعني الله اكبر عن كل شيء انا وصلت دي في الصلاة ليه بنوصل لكده انا هتكلم عن نفسي واقول ليه بنوصل لكده ايه اللي مخلينا كده مع اننا عاوزين نكون مع ربنا سبحانه وتعالى ولكن في حاجات كتيرة او في الدنيا بتاخدنا على ان احنا نكون مع ربنا يريد توضح لي بقى الحالة دي الله عز وجل بيقول في كتابي العزيز والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولا كل بني ادم خطأ كل بني ادم بيقع بالزنب والمعصية ولابد ان الانسان انه يجاهد نفسه لذلك الشاب اللي جال لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله ابح لي الزن فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نهرهوش ما ضربهوش ما ازهوش فقال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اطرضاه لامه قال لا والله يا رسول الله اطرضاه لاختك لا والله يا رسول الله اطرضاه لعمتك لا والله يا رسول الله فكل مرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم لأخواتهم لعماتهم لخالاتهم ده علاج نبوي فالانسان المفروض يجاهد نفسه يجاهد نفسه امام المعاصي يبعد عن العصيان يتوب ويرجع الى الله عز وجل تعالى النهاردة نطلع بره الديرة ونشوف الشباب في الشارع عامل ازاي نشوف الشباب انا راجل كبير ما اقرب من ستين سنة بنقوله ايه الفرق بين فرائد الوضوء والسنن مش عار تعالى نشوف تعاليم الاسلام في البيت نشوف الطفل هل الناس اهتمت بالطفل وبقت تحفظوا كتاب الله ولا لا الاول كان بيحفظوا صورة الفتحة تخيل الطفل اللي بتحفظوا صورة الفتحة بيفضل طول حياته يقرأ صورة الفتحة وسوابه ويرجعلك احنا النهاردة بندور على الدين ولا بقينا مندور على الدنيا لذلك كان في صديق ليه كتب مقولة كده بيقول نسوا يدينة واحبوا دنيتهم احبوا الفحشة وابتعدوا عن ملتهم لذلك احنا عايزين نرجع تاني لتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الله عز وجل بيقول للناس المزنبة للناس المصرفة قل يا عبادي ده بينادي على العباد ومش بينادي على المصرفين لا ده بينادي على المصرفين قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنتوا من رحمة الله ده هم مسرفين ربنا لم يتبرأ منهم قال لهم تعال انتوا عبادي الاسرف هنا يا شيخ خالد يعني بتقولي الاسرف هو ايه الاسراف يعني فعل كل الكبائر والصغار وكل الفواحش وكل الزنوب فعل كل حاجة اصرفوا على انفسهم اصرفوا شغان في الاسراف بيشرب مخضرات بيزني بيسرق بيعمل كل حاجة طب تعالوا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم تعالوا تعالوا لا تقنتوا من رحمة الله ما ييقاسوش ابدا من رحمة ربنا ان الله يغفر الزنوبة جميعا ربنا بيغفر الكلام ده كله زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا وبيروي للصحابة إن راجل قبل كده قتل تسعة وتسعين نفس تسعة وتسعين بني آدم قتل فقال دلوني على حد نتوب ونرجع إلى الله عز وجل أنا عايز نتوب فدلوه على مكاني راهب ذهب للراهب وقال له أنا قتلت تسعة وتسعين نفس أنا هينفع لي توبة قال له تسعة وتسعين نفس أنت مين يا بل توبتك فقتلوا وأكمل النقم فرجع تاني وعادي يجاهد في نفسه أنا عايز أتوب أنا عايز أرجع أنا عايز أستغفر أنا عايز أبقى قويس مع ربنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولان فقعدي يدور لحد ما دلوه على عالم في المكان الفلاني قال له اذهب إلى العالم في المكان الفلاني هو ده اللي هيدلك على التوب فدرح للعالم قال له أنا قتلت مئة نفس فهل لي من توبة يا راجل ومن يحول بينك وبين التوبة ومن يقف بينك وبين ربنا انت جاي العبد فقير زي يقولك ان ربنا مش هيقبل توبتك أصلا باب التوبة مكتوب فقال له ولكن أنا عايزك تعمل حاجة كويسة بادر إلى الله عز وجل تعمل ايه سيب الناس اللي انت كنت تعيش معه سيب الأرض اللي انت كنت قاعد فيه روح هاجل إلى الله عز وجل الناس تانية اعبد ربنا مع ناس تانية فالراجل سمع كلام العالم وخلاص سلك طريق التوبة وسلك طريق الهجرة الراجل ده وهو في الطريق نزل عليه ملك المود يقبض رؤيه تقاسمت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العزاب ملائكة الرحمة تقول جاءنا طائعا وملائكة العزاب تقول لم يفعل خيرا قد فالراجل هيروح فين ملائكة الرحمة ولا ملائكة العزاب اللي هتكون معاه فالله عز وجل أرسل إليه من يحكم بينهم قيسوا قيسوا الأرض إذا كان أقرب لأرض الرحمة فهو لها وإذا كان أقرب لأرض المعاصي فهو لها فأمر الله عز وجل أن يا أرض التوبة ويا أرض الرحمة اقتربي ويا أرض المعصيات التعدي فقاسوا الأرض فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة والرحمة فأخذته ملائكة الرحمة هذا الرجل الذي قتل مئة نفس إذن باب التوبة مفتوح لجميع الخلق إن الله يغفر الزنوب جميعا اللهم اغفر الزنوبنا اللهم أمين دكتور طبعا الواحد يعني احنا كلنا زنوب وكل ابن أدم خطاء وخير الخطائين التوبين الله سبحانه وتعالى بيقول في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء ونحط تحت كلمة العلماء لأطباء أي حد أهل ذكر لهذه الآية هو يندلك تحت العلماء دكتور محمد حسين وإنت في حجرة العمليات وإنت بتعمل الولادة سواء كانت قيصرية أو طبيعية أكيد في بعض المواقف اللي أنت وقفت فيها وقلت سبحان الله أكيد في مواقف وقفت فيها وقلت سبحان الله إحنا الطباء عجزنا ولكن الحل جي من الله في حجرة العمليات وقفتوا كلكم كده كفريق طبي وقلتوا الله أكبر والحمد لله فاكر حاجة من المواقف دي ممكن أن تقول لي عليها المواقف يومية مش فاكر المواقف بتبقى يومية حياتية يعني زي ما حدقك قلت كده هو الطبيب بيبقى بيتعمل يوميا مع أرواح الناس وبيبقى تحت إيده يوميا أرواح الكثير من الناس الإنسان منظومة عجيبة جدا 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 والإنسان تكوين جسمه وتفاعل جسمه وردود أفعال جسمه على أي حاجة بتحصله بتبقى غريبة ومتغيرة بين حد والتين سات ربنا هو دايما الأساس في نجاة أي إنسان تحت بند سات ربنا بتيجي مهارة الطب ومهارة الطبيب وإتقان الأطباء لعملهم ده تحت بند سات ربنا يعني سات ربنا هو اللي بيصل للمريضة التي كتب لها النجاة الطبيب الشاطئ هو اللي بيسل المريضة التي كتب لها النجاة اللي ربنا كتب لها النجاة الإتقان الطبي وخلاله المواقف كتيرة جدا 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 ولكن حضرتك من باب الأجنة والطب وكلام ده تخيل حضرتك أنت من رحم الأنسة الطبيعي هو حجمه في الطب 3 إنش يعني حوالي 7.5 سنت أو 8 سنت يعني قد كده ده الحجم الطبيعي للرحم بتاع الأنسة الرحم هل تتخيل حضرتك أن الرحم اللي حجمه 3 إنش أو 7.5 سنت ده طوله كده هل تتخيل أن هذا الرحم يشيل طفل حجمه 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو طفلين 3 أطفال بالمية اللي حاوليهم بالمشيمة ثم هذا العضو نفسه بعد ما يفضل يتمدد 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 لغاية ما يوصل لهذا الحجم المهول اللي شايل فيه الأجنة اللي شايل فيه كل هذه الأطفال أو الطفل أو محتويات الرعي الحامل كله بعد الولادة بست أسابيع أو شهر ونص شهرين لما تعمل صناعة ترقيه نزل تاني وبقى حجمه 8 سنت وبقى قد كده تاني قل لي حاجة في الحياة ممكن تتعامل كده وتؤدي وظيفتها ثم ترجع ثم تؤدي وظيفتها ثم ترجع ثم ترجع لحجمها الأساسي بإتقان غير طبيعي وبيوضع غير طبيعي تخيل حضراتك إن الرحم ده نفسه هو نفس الرحم اللي لما كان قد كده كان بيدخله كل دقيقة شوية دمه صغنانين قد كده عشان يغزيه وهو نفسه لما تمدد وتبر بيدخله كل دقيقة 500 سنت دم 500 سنت دم كيس دم حضراتك متخيل 500 سنت ده كيس الدم اللي احنا بنقلل العيانين ده 500 سنت 500 سنت نص لتر كل دقيقة كل دقيقة يعني تخيل حضرتك إن بعد خمس دقايق بيدخل 2 لتر أو 2 لتر ونص للرحم كل دقيقة إزاي إزاي الرحم اللي بيدخله كل دقيقة 500 سنت دم أول ما الطفل بينزل منه والمشي ما بتنزل والبيفضع إزاي الدم ده ما هو بيدخله 500 سنت دم إزاي ما بينزفش إزاي الست دي ما بيدخل للرحم ده اللي تفتح ده أو اللي ولدت حتى طبيعي بيدخل لها نص لتر دم كل دقيقة إزاي الرحم ده ما نزفش وفضى جسم الست من الدم وماتت إزاي إن ربنا خلق الأوعية اللي داخل الرحم اللي بتغزي الرحم بطريقة فريدة مش موجودة في بقية الجسم وفي بقية أجهزتنا حواليها العضلات عاملة علامة X إن بمجرد إن الجنين ما ينزل بتاخد أوامر هذه العضلات بالانقباض فالإكس دي بتتقفل على الوعاء قدامه يتروح أفليه الله أفر ده شيء إزاي بيحصل هكلي أي عضو تاني من عضاء الإنسان إزاي الكلام ده إزاي الست اللي بيدخل للرحم بتاعها نص لتر دم يوميا ينقبض الرحم بعد الولادة مباشرة وبعد نزول الطفل مباشرة ثم ما تنزكش وتعيش طب حاجة تانية إزاي الست أي أنسة لما تبلغ بيبقى عندها تدين وكل الستات أول ما الحملة بيحصل السدرها بيجبر والتدين بيجبره ليه بعد الولادة بس بينزل لبن يعني إزاي كلامت طبعا والسدر موجود التدين موجودين والتدين دول هرمونات الأنوسة شغالة في جسمها من ساعة ما بلغت ولكنه ما بينزلش لبن اللي هو خاص بإضاءة طفل إيه اللي خلى العضو ده عرف أن الطفل ده نزل ونزله لبن الله سبحانه إزاي طبعا العضو موجود والعضو شغال ومتأثر بهرمونات إن ربنا يا خالق هرمونات معينة بتصنع أصناء فترة الحملة تكبره بس وتمنعه من نزول اللبن ومن مجرد نزول الحمل الهرمونات ده تنسحد فيقوم يبتدي السد يتعرض للهرمونات اللي بتنزل اللبن بس وبالتالي يبتدي يصنع اللبن وبتدي ينزل اللبن هل في أي حاجة زي كده ده إحنا من غير طب ومن غير مشاكل طبية تخيل حضرتك كلام ده من كام يوم كنا بنولد سيدة بأتأخرة في الإنجاب بقالها 14 سنة وإحنا موجودين في غرفة العمليات يعني بقول لحضرتك وحتى يمكن صور معي أنا أعرضها إن شاء الله الحلقة جاية بإذن الله على منصة حضرتك إن بعد 14 سنة فإحنا بنولد السيدة نزل طفل كويس جدا وكل حاجة وإحنا بنشده لقيت الحبل السوري بتاعه معقود وعمل زي العقدة بتاعة الجرفات وكان فضل سنة صغنانة والعقدة دي تتشد والطفل ده يموت جوه بصناه بعد 14 سنة من انتظاره فزوج المريضة كان واقف جنبي في غرفة العمليات وكان واقف بيشاهد الولادة وبيحضر الولادة وبيشوفها وبيصورها خد صور للحبل السوري وهو معقود واخدنا هذه الصور وده بيحصل في نسبة 2% من الحوامل 2% بس وربنا ساطة من الحبل السوري ده ما تعقتش لغاية الآخر وفضل بيفوت مقطتين دم للبيدي عشان يفضل عايش لغاية لحظة ولادته اللي هو لو كنا استنينا ساعة ساعتين ثلاث ساعات يوم أو يومين كان ممكن الحبل السوري ده ينقل أو ده اسمه بقى ساتر الله ساتر الله ليس له أي علاقة بالإتقان الطبي ولا بالمهارات الطبية ولا بالشطارة ده اسمه ساتر الله وده دايماً اللي احنا عايشين فيه احنا ربنا بيهيأ لنا الظروف بتاعتنا عشان يسطرها وربنا بيمهد الأسباب ويدبر الأمر عشان يسطرها علينا يا رب وبالتالي ينقذنا أنا بشكرك يا دكتور يعني ربنا يسطر علينا كلنا بصراحة يعني وهاخد كلمتك وهروح للشيخ خالد وقولك يا شيخ خالد احنا من غير ساتر ربنا احنا عراية ولكن ساتر ربنا سبحانه وتعالى علينا بيخلينا مهما كانت زنوبنا عندنا حص نظن بالله ان ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لنا ويتوب لنا تقولي حاجة عن الساتر الله سبحانه وتعالى بيسطر عباده تقولي ازاي ربنا يسطرنا ان احنا ما نعملش زنوب فضل أنا عايزة بمناسبة موضوع الساتر أنا عايزة اتطرف لموضوع في الساتر بعضه بس الحالة تبني شوية بالنسبة لموضوع الساتر كيفية التعامل مع المزنب المزنب اللي هو فضح امره الناس بتتعامل مع المزنب اللي هو فضح امره احنا اتفقنا ان كل بني ايه ده مخطأ فانت رب ايه انا انا شخص مزنب ربنا ساتر كل زنوبي انا بنتعامل مع الشخص فضح في امر من الامور بنتعامل معه بعض الناس بيه خصمه وبيقول ان ده شخص مزنب ومنبوض ويقزي نفسيا وتطاول عليه نفسيا هل كده كان تعامل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي الواحد لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله زنيت نهروا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معز لعلك فعلت لعلك قبلت يا رسول الله يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم مجابوش وقام عليه حد على تقول لا 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 سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك لعلك فعلت فاحنا النهاردة بنتعامل مع المزنب على التواصل الاجتماعي شوف المزنب النهاردة او واحد حصل له فضيحة الكل بيتتواصل ان هو ما فكرش من سطر مسلما في الدنيا سطر الله في الدنيا وفي الآخرة اللي يسطر مسلم في الدنيا ده جزاء الست سطر الله في الدنيا والآخرة ده سطر عبدا من أباد الله عز وجل ربنا سطرنا في الدنيا وهيسطرنا في الآخرة بس نسطر الناس لما تلاقي يا عم الشيخ ده راجل عمل زن بالفلاني ده راجل زنة ده راجل سرق ده بالستر ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا تلاقي الراجل كلامه منظم مرتب كده ان احنا نعمل في المزنب كذا ان احنا نعمل في كذا هو شخص كله زنوبه كله عيوب ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه يقولك والله ويشهد ربنا اننا مش عايز تطبيق شرع ربنا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام خصاله مش كويسة وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرثة والناس والله لا يحب الفساد تبتعال الشخص ده تعمل معك وإذا قيل له اتق الله يا عم اتق الله سيبه ده ضعيف ده إنسان ده كل بني آدم خطاه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم وانا بنعمل ايه يعني وانا عملت ايه خذته العزة بالاسم فحسبه جهنم ولا بئسا منها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع المخطئ وتعامل كان رحيم بالمخطئ زي ما بقوله كده الحاجة الحلوة اللي هنقول